على مستوى الحياة الحزبية دائماً وأبداً كنا بنتكلم على وفقاً اللي بنشوفه حتى في بلاد برة الدول اللي فيها حياة حزبية إنه مهم إن الأحزاب تبقى بتتحرك وتبقى موضة على الأرض وبتساعد الناس وبتقدم خدمات للناس مش مساعدات مالية أنا بتكلم على إنك تقدر تساعد الناس بتوفير فرص عمل ليهم بتعلمهم تدربهم فيبقى عندهم مشروعات كل ده الحقيقة بيدي فرصة إنه الناس تعرف الحزب تعرف أفكاره عامل إزاي تشوف الخدمات اللي ممكن يقدمها له وكل ده في الحياة الديمقراطية بيبقى مهم ده نشاط المفروض إنه كل أحزاب تتبعوا والحقيقة إنه حزب حمات وطن عمل مبادرة متميزة جداً على مدار الفترة الماضية بدأت فكرتها من حوالي سنة تقريباً وهو إنه بيتم تدشين مراكز لتدريب المرأة على سبيل المثال إحنا النهاردة بنتكلم على إنه هذا الحزب أطلق أو دشنة 13 مركز وبصدد المركز زخم 14 من مراكز الأمل اللي بيتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية ضمن مبادرة طاقات الوطن المنتجة المركز ده فكرته هو تقديم دعم للمرأة المعيلة وتدريب السيدات على الحرف اليدوية وكمان مساعدتهم في تسويق منتجاتهم فكرة متميزة بدأت من حوالي سنة وبنتكلم على مدار سنة في 13 أو 14 مركز لحد الوقت خلونا نفهم تفاصيله أكتر من دكتورة رندا مصطفى أمين المرأة بحزب حماية الوطن ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ دكتور رندا مساء الخير فانديم برحب بحريك معنا أهلا وسهلا فكرة المبادرة متميزة الحقيقة وخلينا بداية نعرف التلاتاشر مركز دول موجودين في عدد كام محافظة وفي أي محافظات تحديدة الحقيقة هو بدأنا أول مركز كانت في عزة الهجانة أو سابقا وهي مدينة الأمل دلوقتي نعم إحنا لما زي ما حضرتك ذكرت إحنا بدأنا المشروع ده من سنة تقريبا أطلقنا مبادرة طاقات الوطن المنتجة إمانا مننا إن ما ينفعش فيه بقيد في مصر ما تشتغلش وإحنا تخليين على الجمهورية الجديدة أطلقنا المبادرة دي وكان بالتزامن مع الحقيقة دعوة سيادة الرئيس لدعم منطقة مدينة الأمل فقررنا إن إحنا أول انطلاقة لنا تكون هناك فتحنا مركز لتدريب وتأهيل السيدات هناك وتدريبهم على الحرة في اليدوية والحقيقة لقى نجاح كبير جدا وبعدين ابتدنا نلاقي إن الستات دي جيبوا أولادهم فعملنا فصول للبنات البنات عندهم حرمان شديد جدا من حصص الأشغال اللي كنا بناخدها زمان حضرتك بتتكلم عن زمان دلوقتي ما بقتش موجودة في المدارس فابتدنا نعمل فصول لتعليم الأطفال والحقيقة يعني نتيجهم هيلة كويش جدا طب المنتجات بقى اللي هما بينتجوها دي بتروح فين أو حضرتكم بتسوقوها فين أيوة فند كان لازم نسوق فكان قدامنا حاجة من حاجتين نعمل مركز دائم للتسويق وكمان بتيجي نعمل تسويق إلكتروني وعملنا لتنين عملنا مركز دائم في المهندسين ده في كل منتجات مراكز الأمل الثلاثة عشر وكمان عملنا ويب سايت ودلوقتي حاليا بنمرن السيدات على التسويق الإلكتروني بالتشارك مع الاتصالات دكتور رندا طيب على مستوى لتلاتاشر مركز دلوقتي أنا عارف كمان أنه غير منطقة الهجانة فيه في الفيوم وأسيوت وعدد من محافظات الصعيد إحنا هنا بنتكلم تقريبا عدد تقريبي فيه كام سيدة بتستفيد من هذه البرامج التدريبية إحنا على الأقل عندنا في المراكز كلها مش أقل من ألفين سيدة دلوقتي وكلهم بينتجوا وكلهم ليهم دخل ثابت كويس وإيه الخطة التوسعية بقى لهذه المركز على مستوى المحافظات الأخرى اللي لسه متنفذتش فيها إحنا الحقيقة يعني إن شاء الله في خلال أسبوعين هنفتتح في قرية في سهاج وبعد كده هنبتدي كمان نفكر في إن إحنا ندخل القرى بتاعة حياة كريمة يعني مثلا الحكومة بتعمل البيوت وبتزبط البنية الأساسية وإحنا نبتدي ناخد القرية دي ونعمل فيها مركز بحيث إنه هو يبقى شامل لكل حاجة أباح وأمية، تنظيم أسرة، دعم للأطفال، الارتقاء بالحس الفني، دعم الإنسان كل كلام ده المركز بيبقى عبارة عن وحدة متكاملة من الخدمات للناس الخدمات دي الحقيقة موجودة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة إنما كمان مع مجهودات حطراتكم وتضافر هذه الجهود دي يخلينا كمان نوصل لعدد أكبر من المستفدين بشكرك شكرا جزيلا وكل التحية الحقيقة لحضراتكم على هذا المجهود المحترم وهذه الفكرة المتميزة دكتور رندا مصطفى أمين المرأة بحزب حماية الوطن ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ بشكرك شكرا جزيلا